الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فما أحوجنا إلى الصديق الصدوق ولا سيما في أوقات الشدائد والأزمات فالإنسان في حاجة إلى من يشد عضضه ويقف إلى جانبه وهذا أوان الصديق وقد قال الشاعر جزى الله الشدائد كل خير عافت بها عدوي من صديقي وقد قالوا الصديق وقت الضيق أي الصديق الحقيقي الذي يقف إلى جانب صديقه في وقت الشدة وقيل لأحدهم من أصدقائك قال لا أعلم لأن الدنيا مقبلة علي فإن أدبعت عافت عدوي من صديقي ويقول الإمام الشفعي رحمه الله إن الصديق الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن في الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك أو كما قال الضفعي رحمه الله هو الذي إذا غاب عنك لم تشع أن أحدا غاب عنك ولكن تشع أن جزءا منك ليس فيك هذا هو الصديق الذي تعض عليه بالنواجز وتتمسك بصحباته والذي قال فيه الشاعر أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي ويقول الآخر ولا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق يصر أو عدو يحزن وقد أرسل لي أحد الأصدقاء قصة طعيفة قال كان بعض الناس قد اعتادوا في أفاحهم أن يصنعوا اللحم والخبز وأن يضعوا اللحم داخل الخبز وكان بعضهم إذا استشعر بكسرة الحاضرين وأن ما أعده من اللحم لا يكفي جميع الحاضرين جعل بعض الأمر لحما داخل الخبز وجعل في جانب آخر خبزا داخل خبز لكن كيف يصنع من الذي يسطر على الإنسان أهله وأصدقائه فيعطي اللحم مع الخبز أو اللحم الذي داخل الخبز أو الخبز الذي في داخله اللحم إلى ضيوفه وإلى الغواباء ويعطي الخبز الذي هو داخل الخبز إلى من يستعون عليه إلى أهله إلى أصدقائه إلى أحبائه إلى المقربين منه ففعل ذلك وأعطى الضيوف الخبز الذي بداخله اللحم وأعطى الخبز الآخر لأهله وأصدقائه ففعم أهله الأمر فأصاعوا في أكل الخبز حتى لا يتضح أمرهم وسطعوا عليه إلا واحدا زهر معدنه وقت الشدة قال يا أبا فلان وعاد أن يفضح وسط ضيوفه يا أبا فلان ما بال خبزك بلا لحم الخبز ليس به لحم فقال له يا أبا فلان حقك علي أخطأت في حقك لقد ظننت أنك من أهلي أي ظننت أنك من أهلي الحقيقيين الذين سيستعون علي شدتي ولكن للأسف الشديد كما قال الشاعر ما لآك وأنت كنت صديقي ما لآك وأنت كنت صديقي باعتني زمنا بكل عقوقي قد كنت من أعددته لنوائبي كنت قد اندخلتك لوقت الشدة قد كنت من أعددته لنوائبي لو عضني ناب الزمان بضيقي أوحي إليك بأن وقت عقني بأن الأيام جاءت علي فطفقت أنت تعين بالتصفيقي كنت أنت مع الزمن علي ولم تكن معي على الزمن الصديق مع صديقه عند الشدة معه إذا جاء الزمن علي هذا هو الصديق الحقيقي الذي يصدق صاحبه في السر والعلن في الحضور والغيبة في الشدة والرخاء لا هؤلاء الذين لا تجدهم إلا حيث تكون المنافع أو كما قال الرافعي هؤلاء لا تجدهم إلا على أطراف مصائبك من بعيد بالكلام إن قالوه نسأل الله عز وجل أن يرزقنا صدق الإيمان وحسن الصحبة وأحسن الأصدقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته